بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الضيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الأخ أحمد العادلي علق على موضوع يوم أمس حول يعني حول تقليد العلماء وحرمة اتباع العلماء اتباعا أعمى أو تقليدهم تقليدا أعمى وطرح في مقابل ذلك في مقابل تقليد العلماء اتباع القرآن الكريم الذي يجمعون أما العلماء فهم قد لا يكونوا العلماء أصلا وقد يفرقون بين الأمة وعلق أحد الأخوة بعد ذلك أنه هذه دعوة أن يكفينا كتاب الله كما قال عمر بن الخطاب فإذن دعوة لتخلي عن أهل البيت وهذه دعوة خطيرة سنعرض رسالة الأخ في البداية الأخ أحمد العادلي وأيضا نعلق بعض التعليق على أنه كيف يمكن أن نتمسك بالقرآن وأين موقع أهل البيت من القرآن يقول الأخ أحمد العادلي عندما أجول الفكر والتدبر في الرسائل العملية لمراجع الدين لا أجدها إلا معلومات مكررة قد ورثها الخلف من السلف تفيد المبتدئ في التكليف الديني وبمرور الأيام حفظت الكثير منها ولكن عندما أسمع أن عمل المكلف بدون تقليد هو باطل لا أفهمه إطلاقا كيف يكون عمل مسائل مكررة ما فيها شيء جديد فلماذا يصبح عمل المكلف باطل هل التقليد بما يطرحوه في رسائلهم العملية فهذا لا بأس به لأنه تلخيص لمسائل العبادات والمعاملات وهذا التلخيص ساهم فيها عدة أجيال من رجال الدين السؤال هنا ما الذي أضافوه أو أضافه رجال الدين المعاصرون هذا السؤال فعلا نشوف أن أحد العلماء يسميهم علماء الترجيح ينقل عن الشيخ عبدالهادي الفضلي اليوم حدثني يا أحد الأخوة من السعودية قال الله يرحم الشيخ عبدالهادي الفضلي كان يسمي العلماء المعاصرين علماء الترجيح هذا الرأي يعني يستعرضون الأراء ويرجحون بعضها وأنا قلت له وسميه علماء الأحوط يعني بس تشوفون رسالة فلان عن فلان لا تختلف إلا أن هنا الأحوط كذا الأحوط كذا الأحوط وجوبي أحوط استعبابي ما عند رأي جديد ما عند بحث جديد ما عند موضوع جديد مراجع اليوم عامتهم أكثرهم حقيقة ما عدا يمكن اثنين ثلاثة من أدهم اللي شوية أدهم تجديد في مسائل حادثة هؤلاء يحاربون يحاربون ويضربون ويطهدون أيضا فإن الأمة يقول الأخ أحمد العادلي يقول إن الأمة بحاجة إلى التفكر في هذا الأمر مليا وإيجاد الحلول لمشاكل الأمة المستعصية في السياسة والاقتصاد والاجتماع نحن كأمة إسلامية قد فشلنا في كل هذه المجالات وفشلنا في أن نبني عقداً اجتماعياً بحيث نتعايش بسلام فالحقيقة هذا أهم موضوع الآن يهم الأمة الإسلامية التفرقة الطعفية الثقافة الطعفية الموروثة وشفته الأخ هذا غياث مهدي أيضاً هذا يعبر عن شريحة بالمجتمع كيف يكفر الناس وإذا ما أمنت بالإمام مهدي كفرت بالله تعالى خرجت من الإسلام يعني وهذا مو فقط الأخ مهدي يقوله حتى سيصادق الشرازي عنده كتاب يقول في يكفر ما لا يمن به وجود المهدي يعني هذا يعني كيف وصلنا إلى هذا المستوى من التكفير وضيق الأفق والعنف بدل ما إحنا يعني نركز على أواصر التعايش والمحبة والمودة والأخوة بين المسلمين شوفونا رجعنا إلى التزمت في قضايا جزئية ونتحارب عليها بعدياً لأن اليوم واحد يكفر الثاني بكرة واحد يشيل السيف الآخر ولو الأخ يرفض وقول لا أنا لا أدعو إلى القتل لكن هذا هو طريقك هذا طريقك إلى التكفير إلى القتل وداعش في البداية كانت مجرد دعوة الخلافة ثم عندما طبقت نظريتها قامت تقتل الناس يميناً وشمالاً أي واحد يكفر طريقها رأساً تبيدة وتقتله وهذا الشيء إذا نمى هذا الفكر السلفي الشيائي فرح يخلق الندائج ثاني في المستقبل حقيقة يواصل الأخ أحمد العادي ليقول وفي القرآن من الأحكام والحقائق والتشريعات ما فيه داء دوائنا أو داء دوائنا وتعليل ألتنا وأن أم مشاكلنا هي بهجره تتمثل بهجر القرآن يعني فهذه دعوة للأمة بجعل القرآن أمامها وتقليده فهذا هو الحل ولا نتدرع بالصعوبة والاختلاف في تفسيره وفهمه فأن هناك الكثير من العلماء والمفكرين في القرآن الذين يدعون الناس جهارا وإسرارا ولا من مجيب فأدعو الأخ أحمد الكاتب والآخرين المؤمنين بهذا الحل بالتوحد والتكامل حتى يبارك الله بعملنا جميعا وأنا مستعد للتعامل مع الأخ الكاتب من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل والله الهادي شكرا أخ أحمد العادلي الأخ الباحث صادق يقول له أحسنت أكيد كلام الله هو المرجع ولا غيره